اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة النهاردة هنتكلم عن مادة الصيانة والاصلاح لطلاب الصف التاني تخصص مركبات وعشان الطلبة اللي ما كانتش موجودة معنا الحلقة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الصيانة والصيانة هي اجراء بنعمل اجراء او مجموعة اجراءات علشان المركبة بتاعتي ما تقفش عن العمل ونزود الانتاجية بتاعتها كمان عرفنا ان انواع الصيانة عند صيانة مخططة وسيانة غير مخططة الصيانة المخططة بتتم عشان ما يحصلش العطل اما الصيانة الغير مخططة بتتم بعد العطل الصيانة المخططة منها ثلاث انواع صيانة وقائية ده بنعملها عشان دي حاجة دورية وممكن تكون يومية او شهرية او بالكيلومتر او بالميل او بعدد ساعات التشغيل الصيانة الوقائية بنعملها علشان المركبة بتاعتي تشتغل باداء عالي وزود الكفاءة الانتاجية بتاع الهيئة او المؤسسة او المكان اللي انا مسؤول فيه عن الصيانة كمان عايزين نقول ان مهمة او انك كل يوم وانت او لو انا قائد مركبة او مسؤول عن الصيانة في مكان مهمة او انك تخلي مستخدم المركبة او المشغل او السواء اللي هيركب المركبة او العربية كل يوم يتطمن او يعمل الاجراءات اليومية اللي هي فحص واختبار الاجهزة او الحاجات اللي انا هقول له عليها او اللي الشركة عملاله برنامج صيانة للمركبة دي او السيارة دي يبقى عرفنا ان الصيانة المخططة هي صيانة انوعها صيانة وقائية والعمارات ونصف العمرات واستبدال الاجزاء او احلال الاجزاء يعني ممكن فلتر مثلا معين لازم نشيله بعد عدد ساعات تشغيل معينة او عدد كيلوهات مترات معين لازم اشيل الفلتر ده او البجهات او 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 ايا كان الجزء اشيله واركب غيره حتى لو هو كان بيعمل لكن الشركة المصنعة بتقول لي لازم اغير الفلتر او اعمل الاجراء المعين ده في الوقت المعين اذا عرفنا الصيانة الوقائية الصيانة المخططة ودي بتتم بجداول زمنية محددة ومعروفة مسبقا اما الصيانة الغير مخططة وهي صيانة بتتم بعد حدوث العطل ومنها نعين اللي هو الصيانة الاسعافية والاصلاح الصيانة الاسعافية ان انا اعمل اي شيء بحيث ان انا اعمل اي اجراء او صيانة بسيطة بحيث ان انا اوصل المركبة بتاعتي او السيارة بتاعتي للورشة او المكان اللي انا هشتغل فيه وبعد كده اعمل لها الاصلاح او الصيانة بتاعتي يعني مثلا ممكن ترمبة البنزين بتاعتك علشان ده موضوع حلقتنا النهاردة هو صيانة الحلقة بتاعت النهاردة عن صيانة دورة وقود البنزين مثلا ممكن تعطل مني ترمبة البنزين وانا في مكان معين هركب ترمبة او الفني المسؤول معايا هيجيب لي ترمبة بنزين ويركبها لي بشكل معين بحيث ان انا اوصل للمكان او يعمل لي اي عملية اسعافية بحيث ان انا اوصل للمكان بعد كده نبدأ نعمل عمليات الاصلاح بتاعتي اذا عرفنا ان الصيانة هي اجراءات بنحددها او الشركة بتعملها لي بتعمل لي برنامج لو انا مسؤول في شركة او في مؤسسة او جهاز او هيئة عن مجموعة من المركبات ومن الشرط تكون عربيات ممكن تكون معدات زراعية ممكن تكون معدات حفر او معدات فقيلة ممكن تكون معدات زراعية زي ما قلنا او محركات سبتة فانا بعمل او باخد البرنامج بتاعي من الشركة الشركة بتعمل البرنامج ده من خلال كتاب التشغيل بتاع كل معدات وكل مركبة وكل محرك سابت او اي جزء انا مسؤول عنه او جهاز انا مسؤول عنه في المكان فهلوا الاول نقول الشركة بتجيب البرامات او الخطوات اللي هتعملها في برنامج الصيانة منين لو انا مثلا عندي عشر عربيات انا مسؤول عنهم في شركة وهعمل لهم صيانة وقائية او صيانة دورية لازم اخد البرنامج بتاعي من كتاب التشغيل يبا الشركة اللي انا شغال فيها او الجهاز او الهيئة اللي انا شغال فيها هتديني البرنامج ده البرنامج ده جايبا منين من كتاب التشغيل ده لو كان العشر عربيات او العشر معدات هما من نفس الشركة طيب لو كان عندي اكتر من شركة اكتر من شركة يبا انا عندي اكتر من برنامج ولازم انفزه لان انا بعمل حاجات الصيانة او اجراءات او البرنامج بتاع الصيانة ده بعمله علشان العربية بتاعتي او المعدة بتاعتي ما تقفش اذا موضوع الصيانة موضوع مهم جدا واي حد تخصص مركبات ما اشتغلش الصيانة وفهمها كويس جدا ما ينفعش يكون بتاع مركبات لازم تكون فاهم التخصص والمادة دي بالذات لازم تكون عارف الاصلاحات والاجراءات وازاي بنعمل الاجراءات وازاي بنجيب الاجراءات بتاعت الصيانة بنجيبها منين ده مهم جدا وتعالوا بينا نبدأ درس النهاردة درس النهاردة عن صيانة دورة وقود البنزين في المحركات بتاعتي محركات البنزين طيب انا عايز اعرف ايه هي مكونات دورة البنزين وايه فايدة البنزين عندي في المركبة او المحرك او المعدة اللي انا هشتغل عليها احنا خدنا في مادة المحركات في سنة اولى او في سنة تانية ان انا عندي شوط اسمه شوط اشتعال او الشوط الفعال الشوط الفعال ده بيتم ان انا بخلط نسبة هوا مع بنزين وبعدين عشان اعمل عملية شوط سحبه وبعدين شوط الانضغاط وبعدين الشوط الفعال اللي هو شوط الانفجار او الاشتعال الاربع عشواط دول عشان يديني شوط واحد فعال اذا انا محتاج الوقود عشان اخلطه بالاكسجين او اخلطه بالهوى عشان يحصل اشتعال او انفجار معنى كده ان انا لو مش عندي وقود السيارة بتاعته مش هتمشي او المحرك بتاعي او المعدة بتاعته اللي بتشتغل بوقود البنزين مش هتمشي او مش هتشتغل معي اذا مهمة اوي ان انا اهتم بالصيانة بتاعت دورة البنزين علشان المعدة بتاعتي تؤدي عملها بشكل مرضي وتزود الكفاءة الانتاجية بتاع المكان او الجهاز اللي انا شغال فيه تعالوا نعرف احنا طبعا عرفنا الاهمية بتاعت نظام الوقود ومهم جدا موضوع الصيانة للدورة تعالوا نعرف احنا كنا بنخلط الهوى والبنزين ازاي في محركات البنزين اول حاجة عندي كنا بنخلط الهوى مع البنزين عن طريق الكربيراتير الصورة اللي عندي على الشمال فوق الكربيراتير كان بيخلط لي الهوى مع البنزين في شوط السحب يعني المكانة تعمل شفط فتسحب الهوى من خلال الفنشوري او الانبيب اللي قدام مني دي تسحب الهوى يسحب معها البنزين وتخلط الهوى مع البنزين بنسبة كام 14.7 من 10 دي النسبة المثالية اللي نقدر نقول عليها المحرك بيقدي ويديني عزم بدون اي مشاكل لان ممكن يديني باور عالي لو الخليط بتاعي غني هيديني باور عالي لكن هيديني مخلفات او انبعثات ضرة بالبيئة اذا افضل نسبة او النسبة المثالية عندي هي 14.7 من 10 ده كان عن طريق الكربيراتير النوع التاني اللي هو كان نظام الحقن داخل الكربيراتير بنحقن داخل الكربيراتير وده كان اسمه تي بي اي في هنا عندي خطأ ده اسمه تي بي اي بعد كده عملوا نظام حقن عند بوابة صمام السحب هنحقن البنزين عند بوابة او فتحة صمام السحب زي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت على الشمال وده بنسميه البي اف اي ده نظام البي اف اي او ال اي اف اي لاتنين صح اما النوع الاخير وده احدث حاجة موجودة عندي في الصيارات اللي هو الجي دي اي لازم تكون انت كمسؤول او فني بتاع مركبات انظمة الوقود عشان تعرف المحرك اللي قدام منك ده شغال ازاي كل محرك من المحركات دي هيختلف البرنامج الصيانة بتاعه عن الاخر مع ان اغلب المحركات الجديدة والحديثة اشتغلت بنظام الجي دي اي ونظام الجي دي اي اللي هو بيحقن البنزين بتاعي داخل الغرفة مباشرة زي نظام حقن الديزل بالزر وده علشان يوفر في كمية البنزين اللي هيستهلكها ويديني باور عالي ويديني مبعثات منخفضة لان انا زي ما قلنا لو انا عملت فقير او غني فيها انبعثات المحرك بتاعي هيطلع انبعثات اللي هو العادم اللي هيطلع من مصورة العادم بتاعي لو انا خليته غني او حصل اي خلل عندي في المحرك بتاعي فهيطلع لي عوادم ضارة بالبيئة فنظام الجي دي اي هو النظام الامثل اللي كل الشركات تقريبا بدأت تتبنى علشان بيحافظ على البيئة بتاعتي ويخلي عوادم السيارات مش ضارة الى حد كبير هو كده كده هيطلع عوادم ضارة بالبيئة ولكن نظام الجي دي اي هو افضل نظام حصل في عالم المركبات الى الان طيب تعالوا بقى نعرف مكونات دورة وقود البنزين اي هي المكونات بتاعتي تعالوا نبص للصورة اللي قدام مني انا عندي لو بصينا للصورة تحت فيه التانك او خزان الوقود الوعاء اللي هنحط فيه البنزين وبعدين مجموعة العوامة مع ترمبة البنزين مع منظم الضغط كل ده محطوط مع بعض وبعدين الفلاتر او فلتر الوقود بعدين ندخل على انظمة الخلط انظمة الخلط زي ما قلنا يا اما كربيرتير يا اما التيب اي يا اما البي اف اي او الجي دي اي حسب ايا كان المحرك احنا النهاردة درسنا هيقف لغاية هنا وبعدين نظام الخلط هيتعملوا نظام صيانة مختلف كمان انا عايز الشباب تنوع مصادر دخل المعلومة يعني احنا بنشرح لك هنا والمعلمين بيشرحوا لك في المدرسة انت كمان دور في مصادر مختلفة عشان توصل للمعلومة بتاعتك تعالوا نكمل ونشوف نظام توريد الوقود بتاعي او الوقود بتاعها هيمشي ازاي هيمشي الوقود بتاعي من الخزان عن طريق ترمبة البنزين هتسحبه من الخزان من خلال فلتر برضو وبعدين اودي البنزين بتاعي الى المحرك المحرك ان كان بخخات او ايا كان النظام بتاعه اللي هيخلط به الهواء مع البنزين عشان يحصل شوط الاشتعال او شوط الانفجار عشان المحرك بتاعي يمشي ويقوم بدوره يبقى انا بخلط الهواء مع البنزين يا اما بالكربرتير او بالبخخات ايا كان عشان يحصل الاحتراء زي ما انت شايف ده نظام الجيد اي هو بيحقن داخل الاستوانة مباشرة وبعدين شمعة الاشتعال احنا شايفينها هتعمل لي انفجار عشان يحصل عندي شوط اشتعال ويه المحرك بتاعي يبدأ اشتبق يبقى تعالوا تاني نعرف اجزاء دورة وقود البنزين عندي خزان نبص على الشريحة اللي قدامنا عندي خزان الوقود بعدين مضخط الوقود فلتر الوقود وبعدين الموزع موزع الوقود بتاعي ومنظم الضغط عشان نحافظ على ضغط معين ده لو كان نظام حقن او هستخدم بخخات لكن لو عندي نظام كربرتير مش هيكون موجود عندي الاجزاء دي وبعدين البخخات وبعدين انابيب التوزيع وفيه بخخات لبدء التشغيل لان احنا لما بنيجي نشغل العربية على البارد او المحرك بتاعي على البارد لازم اخلي الخليط بتاعي غني عشان المحرك بتاعي يشتغل تعالوا بقى نعرف جزء جزء وبيتركب فين وازاي بنعمله صيانه اول حاجة عندي خزان الوقود وخزان الوقود زي ما احنا شايفينه هو بيركب اسفل السيارة في الخلف في بعض الشركات هيختلف من شركة اخرى في بعض الشركات هتركبه قدام في بعض الشركات هتركبه في الجنب زي الشاحنات لما بنشوفه لكن في سيارات الركوب اللي احنا كلنا نعرفها بيكون موجود في الخلف اسفل السيارة وبيصنع من ايه وظيفته كل ده هنعرفه دلوقتي انا عايزك تعرف مكانه فين في السيارة بتاعتك او المركبة اللي انت هتشتغل عليه ده شكل خزان الوقود ومن الداخل هنتعرف على اجزاءه ده شكل اخر بيعمل زي غرفتين عشان يمنع ارتجاج الوقود داخل الخزان وده مكانه خزان الوقود اسفل المحرك اسفل السيارة في الخلف وبعدين راكب ترمبة البنزين زي ما احنا شايفين والفلتر بتاعي جنب منها ده شكل رابع لخزان الوقود اللي انا عايزك تعرفه من خلال الشريحتين دول مكان الخزان وبيركب فيه هيختلف برضو من شركة اخرى في شركات زي ما قلنا هنركبه في الجنب في الشاحنات في شركات هتركبه قدام هما بيخلوا خزان الوقود بعيد عن اي مصدر للحرارة او اي مصدر اشتعال طيب كمان نكمل هنا موجود عنده وتودي فتحة التعبئة اللي موجودة تحت باقي الاجزاء بتاعة دورة الوقود اللي هي العوامة العوامة اللي قدام مني دي وجنبها ترمبة بنزين كهربائية اللي هي جنبها تحت تمام الصورة اللي جنبها بالزبط اللي احنا بنشاور عليها دي بالمؤشر ده مجموعة ترمبة البنزين مع العوامة اهيت مع منظم الضغط داخلي والنوع ده بيستخدم ترمبة بنزين كهربائية ده نظام العوامة بس لوحده وبعدين ده فلتر الوقود وفلتر الوقود هنا من النوع المصنع من البلاستيك ومن جوه ورق كرتون وهنعرف كل ده بالتفصيل ده ترمبة بنزين كهربائية شكلها عشان نبيعارفين شكلها وقلنا بتبقى رجبة في بعض الشركات بتركبها جوه المجموعة وفي شركات تانية بتركب ترمبة البنزين خارج الخزان اذا انا عندي ترمبة البنزين كهربائية او ميكانيكية طيب في شركات بتركب ترمبة البنزين داخل التنكي شركات تانية بتعمل ترمبة البنزين خارج تانك الوقود لكن الحديث او اغلب الشركات دلوقتي بيستخدمه داخل خزان الوقود عشان تعمل لها عملية تبريد تعالوا نكمل ونشوف ترمبة البنزين الميكانيكية اللي هي على الجنب تحت دي ترمبة البنزين الميكانيكية ودي هتلاقاها موجودة في السيارات او المحركات القديمة وبدأت الشركات دلوقتي ما عادتش بتستخدمها وتستخدم الترمبة الكهربائية ولكن لازم برضو احنا نتعلم صيانة الترمبة الكهربائية والترمبة الميكانيكية الكهربائية والميكانيكية لازم نعمل لها صيانة لان هيقابلك محركات بتشتغل بيه ترمبة البنزين الميكانيكية ده كاربيراتير وبرضو ان شاء الله هنتعلم الصيانة ازاي نعمله صيانة وايه اللي المفروض نعمله معانا وده شكل البخخات احنا بنعرف اجزاء او مكونات دورة وقود البنزين عندي بعد كده الانبيب ووصلات التوصيل الانبيب او المواسير اللي بتوصل لي البنزين من الخزان حتى غرفة اشتعال المحرك طيب كمان تعالوا نعرف بقى هنا نبدأ نتكلم على الوقود الوقود موجود في الخزان هيوصل ازاي للمحرك او هيوصل ازاي لمنطقة او الجزء المسؤول عن الخلط الجزء المسؤول عن خلط الهواء مع البنزين قلنا يا اما كربيرتير يا اما بخاخ طيب البنزين هيوصل ازاي او الوقود سواء بنزين او ديزل هيوصل ازاي بيوصل عندي توريد الوقود هيتم بطريقتين الطريقة الاولى هي طريقة تساقل ان هو ينزل بوزنه البنزين ينزل بوزنه في الحالة دي لازم يكون خزان أو وعاء التخزين بتاعي أو خزان الوقود لازم يكون مرتفع عن المحرك عشان ينزل بالتصاق هينزل البنزين بوزنه ينزل من فوق لأسفل إذن الخزان بتاعي لازم يكون مرتفع عن المحرك طيب لو خزان الوقود منخفض عن المحرك يبني في الحالة دي لازم أرفع الوقود من الخزان أرفعه إلى المحرك بتاعي في الحالة دي لازم أستخدم مضخة أو ترمبة توريد الوقود سواء كان محرك بنزين أو محرك ديزل في الحتة دي من نظام التوريد لتنين هيشتركوا مع بعض فيه يا إما ترفع الخزان فوق المحرك يا إما لو الخزان بتاعت كان أسفل لازم نرفعه عن طريق مضخة حقنة أو توريد تعالوا نكمل إذا نحن عرفنا طرق توريد الوقود نوعين هينزل الوقود بالتساكل أو هندخه بمضخة وده شكل أنا بستخدم في سيارات الركوب بتاعتي النظام اللي هو التوريد بالمضخة أما في الدراجات النارية أو في الجرارات الزراعية أو في معدات كتيرة جدا بيكون الخزان فوق المحرك عشان كده البنزين بينزل بالتساكل أو بينزل بقوة الوزن أو الجاذبية الأرضية بتاعته عرفنا طرق التوريد تعالوا نكمل ونقول إن أنا عشان أخزن الوقود أو أي شركة هتفكر تعمل خزان أو تخزن الوقود بتاعها لازم تراعي عدة شروط وهي بتعمل الخزان أو إزاي تحافظ على الوقود في المحرك أو في السيارة بتاعتي تعالوا نعرف أول حاجة عندي هو تخزين الوقود أنا لما أجي أعمل تخزين للوقود أنا محتاج ساعة قد إيه؟ محتاج خزان الوقود يساع قد إيه كاملة المسافة اللي أنا عايزه يقطعها على ما يخلص يعني في بعض وهنعرف دلوقتي إن الساعة بتاعتي بتتراوح في سيارات الركوب من 40 إلى 70 أما السيارات أو الشاحنات الكبيرة بتختلف وممكن بعض المستخدم السيارات بيعمل خزان إضافي عشان يمشي مسافات طويلة يبقى أنا لما أجي أخزن الوقود لازم أراعي هنا عندي الساعة بتاعتي الحاجة الثانية الملء والتفريغ إن أنا لما أجي عب الخزان أو أفرغ أو أسحب منه ما يحصلش عندي مشاكل أو أي شيء يعوق التعبية والتفريغ تمام؟ النقطة التالتة توفير وسيلة آمنة لقياس مستوى الوقود لازم أكون عارف وأنا راكب جو الكابينة بتاع المركبة أو السيارة بتاعتي لازم أكون عارف مستوى الوقود بتاعي لإن دي نقطة مهمة أوي هنتكلم فيها في الدرس بتاعنا هل أنا أمشي والخزان بتاعي أو الوقود عندي الربع ولا النص ولا أمشي بمستوى دي لازم تكون عارف مستوى الوقود بتاعك إذن الشركة لازم تصمم نظام يعرف مستوى الوقود داخل الخزان بطريقة آمنة ما يعمل ليش مشاكل ونساء المركبة بتاعتي الحاجة التانية إن أنا أفرغ أو أنفس الهوى في الخزان لإن لو إحنا شفتنا أو بدأنا نسحب وقود من الخزان بتاعي وهو مقفول ما حصلش تعادل للضغط الخزان ده هينضغط معايا ولو هو طبعا أغلب الشركات بدأت تعمله من البلاستيك وهو بيكون قوي جدا طبعا ولكن هيبدأ ينضغط معايا مع قوة الشفت يأما يبوز الترمبة البنزين بتاعي يأما مع الاستخدام مدة طويلة هيحصل فيه تشققات ويبدأ ينكسر الخزان بتاعي الحاجة التانية إزا إن أنا أغزي الوقود بتاعي اللي أنا حطيته في الخزان هل هحطه فوق أو أسفل يعني إزا يورده للمحرك بتاعي هستخدم معايا ترمبة بنزين ولا هستخدم قوة التساكل أو قوة الجاذبية الأرضية عشان ينزل الوقود بتاعي من الخزان عشان يروح للمحرك الحاجة الأخيرة إن أنا أتوقع الأضرار اللي ممكن تحصل من طريقة التخزين بتاعتي دي عشان أتجنب الأخطار اللي ممكن تحدث يعني إيه؟ يعني أنت عامل خزان إيه المشاكل اللي ممكن تحصل الشركة وهي بتصنع بتقول بتقعد تعمل دراسات إيه المشاكل اللي ممكن تحصل أو الأخطار اللي ممكن تحصل عشان نتجنبها يعني مثلا احنا ممكن نحط الخزان فوق المكانة بس ممكن تحصل شرارة كهربائية او يحصل اي اشتعال فالخزان والمكانة كلها تنفجر اذا الشركات بدأت تشيل الخزان وتركنه او تخليه بعيد عن المحرك او مصدر الحرارة فخلاته بعيد عن المحرك دي الحاجات اللي هي كمان بتلزمك بان لازم يكون معايا طفاية في المركبة بتاعتي عشان لا قدر الله لو حصل اي اشتعال من اي نوع لازم نتوقع المشكلة اللي ممكن تحصل عشان نقدر نتغلب عليها تعالوا بينا نكمل ونبدأ اول جزء عندي وهو خزان الوقود او التنكي عايزين نقول احنا ليه بننظف خزان الوقود او التنكي وقبل ما نقول احنا ليه بننظف الخزان عايزين نعرف الخزان هو ايه هو وعاء بنخزم فيه كمية الوقود عشان المحرك بتاعي او المركبة بتاعتي او المعدة بتاعتي تمشي مسافة او تشتغل عدد ساعات تشغيل معين يبا هو وعاء لتخزين الوقود لعمل المحرك او المعدة لعدد ساعات معين تاني ويمكن قلت الكلمة دي اكتر من مرة مش عايزك تحفظ مش لازم تكتب زي ما احنا كتبين بالضبط عايزك تفهم المعلومة الخزان هو وعاء لتخزين الوقود لعمل المحرك او المعدة عدد ساعات تشغيل معينة او يقطع بيها عدد كيلوهات يعني انت عايزه يمشي بالخزان ده مئة وعشرين كيلو يبقى هو انا هصممه على مثلا اربعين لتر او خمسين لتر حسب الشركة مهت عند تعالوا نكمل الوظيفة بتاعتي وظيفة الخزان هو تخزين كمية محددة من الوقود عشان المركبة بتاعتي تمشي بيها مسافة معينة وقلنا في سيارات الركوب بتتراوح السعة بتاعة الخزان بتاعي من اربعين لسبعين لتر في السيارات الصغيرة او سيارات الركوب بتتراوح النسبة او السعة بتاعتي هيشيل هو من اربعين لسبعين لتر اما الشاحنات بتختلف الدراجات النارية هتختلف لكن احنا خدنا في درسنا النهاردة هي سيارات الركوب طب مادة الصنع هو بيصنع الخزان بتاعي بنصنعه من صفائح الف ولازل مغطى بسبايك الرصاص او القصدير لمقاومة الصدق او التآكل وممكن كمان نصنعه من البلاستيك او من الالمونيو يبا هو بيصنع من ثلاث مواد ممكن نصنعه من صفائح الفلاز والغطي بسبايك القصدير والرصاص عشان تقاوم الصدق وممكن نصنعه من البلاستيك او الالمونيو والشركات كلها دلوقتي او اغلب الشركات بدأت تستخدم البلاستيك عشان خفيف الوزن ويتحمل ضغوط وبعدين لما بيحصل احتكاك بينه بين جسم او الشاسيه بتاع المركبة ما يحصلوش تآكل او يعمل شرارة كهربائية وممكن لو فيه تسريب للبنزين يعمل لي لقدر الله انفجار فعشان كده الشركات بدأت تتجه الى البلاستيك تعالوا نكمل مكونات الخزان بتاعي ده شكل الخزان ويريت نركز مع بعض لان مكونات الخزان مهمة او تفهم مكوناته عشان تعرف هو بس مش هيخزن وقوت ده ليه فوايد تانية كتير اول جزء عندي هو الفواصل والحواجز او العوارد اللي موجودة جوه او الاعصاب الاعصاب دي محطوطة ده الخزان وانا بعمله زي جدار كده لكن بيكون مفتوح من اسفل من تحت زي ما احنا شايفين العوارد اللي هي ده هي العوارد دي زي ما احنا شايفين مفتوقة مش وصلة للقاع زي ده ده كمان عارض احنا بنعمل العوارد دي ليه عشان تدي متانة لجسم الخزان تأول حاجة عشان تدي له قوة هي زي الاعصاب بتدي له قوة للخزان وبعدين بتمنع ارتجاج الوقود داخل الخزان لان لما هيرتج الوقود داخل الخزان هيعمل لي ابخرة وهيعمل دوامة ويقلب الرواصب والشوائب الموجودة اسفل الخزان عشان كده احنا عملنا عوارد او اعصاب او حواجز داخل الخزان يبقى اول فايدة للاعصاب او الحواجز دي او العوارد هي اعطاء متانة او بتدي قوة لجسم الخزان عشان ما يحصلش انبعاج مع قوة الشفط او السحب الداخلي او اي صدمة للخزان بتاعي هتديني متانة للجسم بتدي قوة للجسم بتاع الخزان الحاجة التانية ان هي تمنع او تقلل الارتجاج اللي هيحصل للسائل او الوقود اللي داخل الخزان عشان ما يعملش ابخرة لما هيحصل ارتجاج هيحصل تقليب فيقوم يعمل لي بخار ويطلع لي الهايدروكربونات وكمان بيعمل لي اه بيقلب الرواسب والشوائب داخل الخزان وبالتالي الرواسب والشوائب دي لو المصفى عندي او الفلاتر اللي عندي مش انا ما غيرتهاش وما عملتش صيانة للمركبة او السيارة بتاعتي عشان كده مهم جدا ان احنا نعمل الصيانة الدورية هيطلع الرواسب والشوائب دي تخش المكنة وتبدأ تعمل لي مشاكل تانية في المكنة وتبدأ تقلل العمر التشغيلي او العمر الافتراضي للمحرك او المعدة بتاعته تعالوا نعرف الجزء التاني اللي بعد العوارد وهي انابيب المعادلة الانبيب المعادلة ده هي عشان تعمل توازن الضغط جوة الخزان احنا لما بنسحب كمية من الوقود لازم ندخل مكانها هوا وإلا هيحصل انبعاج للداخل يعني الخزان نفسه هيبدأ يدخل معايا للداخل فانا لازم اعمل له معادلة لازم ادخل هوا ادي كمية المساحة او كمية او الحجم بتاع الوقود اللي انا سحبته لازم ادخل مكانه هوا لازم اعمل تعادل في الضغط داخل الخزان عشان ما تحصل ليش مشاكل تانية طيب تعالوا نعرف باقي الاجزاء وده انبوب الملء الانبوب اللي هو جاي من فتحة الملء بتاع الوقود ده اللي بيبراكب في الجسم الخارجي للمركبة او السيارة بتاعتي عشان يدخل وقود للخزان النقطة الرابعة هي غطاء الخزان والغطاء ده ليه مهمة كبيرة جدا وهنعرف وظيفه وازاي نعمله صيانة حالا ان شاء الله الجزء اللي بعد كده او النقطة الخامسة هي انبوب السحب اللي انا بسحب منه وقود والنقطة الستة هي الفلتر وزي ما احنا شايفين الفلتر عند انبوب السحبة وعشان لما نيجي نسحب بنسحب من خلال الفلتر عشان يمنع الشوائب او الرواصب وفي السيارات الحديثة والشركات بدأت تنافس بعضها ازاي تتغلب على نقاء الوقود عشان يوصل للمكنة وما يعمليش مشاكل في المحرك فبدأت تعمل اكتر من اتنين فلتر قبل ترمبة البنزين وفلتر كمان بعد ترمبة البنزين يعني تعملي فلتر تحت قبل المجموعة وبعدين فلتر داخل المجموعة عشان السحب قبل ترمبة في الزب وبعدين فلتر بعد ترمبة البنزين ده كله عشان ينقي البنزين ويدخل لي البخخات بتاعتي نضيف النقطة اللي بعد كده هي نقطة او فتحة التصريف عشان نصرف المية او الرواصب او الشوائب او لو انا عايز اعمل صيانة او فك الخزان واعمله تنظيف انظف منه او انزل الوقود من الخزان من خلال الفتحة دي النقطة التامنة والاخيرة عندي هي العوامة والعوامة دي فايدتها ان هي بتقيس مستوى الوقود داخل الخزان بتقس لمستوى الوقود داخل الخزان من خلال مقاومة متغيرة زي ما درسنا في الصف الاول كده احنا عرفنا اجزاء خزان الوقود تعالوا بقى نعرف ازاي نعمله صيانة لكل جزء داخلي كمان فيه الاعطال بتاعة الخزان اللي ممكن تحصله هو التواء او انعطاف بالسطح الخارجي او الداخل يعني يحصل عندي صدمة او من خلال قوة الشفط او السحب اه يحصل انبعاج او التواء للشكل الخزان من الخارج او من الداخل دي الاعطال اللي ممكن ده اول عطل ممكن يحصل عندي نتيجة لصدمة نتيجة لاي شيء ممكن يحصل للمركبة بتاعتي تاني شيء هو تلف وعدم حبك غطاء الخزان نتيجة لكسره او الصمامات او الهيات اللي جوه الغطى اصلي الغطى ده مش غطى كده وخلص ده غطى فيه صمامات والصمامات دي لها هايات الهيات دي ممكن تعتل او الفتحات بتاعتي ممكن تغلق في الحالة دي هيحصل تلف للغطى اللي انا بعبي منه بنزين غطى الخزان بتاع فتحة التعبئة لو عطل بيعمل لي مشاكل كتيرة جدا عندي في دايرة الوقود اولهم ان انا لما الترومبا عايزة تشفت هي هتشفت وترفع الضغط بتاعي بترفعه لتنين بار فهي عمالة شد الصفاية بتاعتي او المصفة مكتومة من الرواصب بس علشان احنا ما بنعملش صيانة لليه السيارات بتاعتنا مهم جدا انك تعمل صيانة دورية وتغير الفلاتر عشان ما تتكتمش لان لما هتتكتم هتضرب عندك ترومبة البنزين وقبل ما تضرب ترومبة البنزين هتخلي المكانة بتاعتك او المحرك بتاعك بتاع المعدة المركبة او السيارة بتاعتك العزم ضعيف انت حسس ان العربية بتاعتك ما بتسحبش معك ما بتسحبش معك ليه علشان فلتر البنزين بتاعك مكتوم الترمبة عايزة تشفت مش قادرة تاخد كمية الوقود المطلوب منها عشان تديه للمكنة وبالتالي المكنة مش قادرة تسحب معاك عشان كمية الوقود أو النسبة المطلوبة اللي هي 14.7 مش قادرة تاخدها من ترمبة البنزين كمان لما نيجي نقفل غطى التانكي أو فتحة البنزين ده بيحمل ضغط كمان أعلى على ترمبة البنزين لأن الترمبة عايزة تشفت لازم نعمل معادلة للضغط معادلة الضغط ما بتحصلش عشان الغطى نفسه مكتوب طيب لو كان مشروخ هيتعادل أو كان فيه كسر ولا حاجة هيدخل كمية هوا عشان يحصل عند تعادل طيب لو كان مكتوب خالص الترمبة عايزة تشفت بنزين لكنها مش قادرة لأن مبدلوش أنا تعالي في الحالة دي هتاخد كمية كهرباء أعلى من السيارة ولو تقرر الموضوع ده كتير ترمبة البنزين بتاعت الخالص وبتحتاج إنك تغيرها يبقى مهم قوي موضوع الصيانة عشان المشاكل دي كلها ما تعتلش عنه كمان ممكن يحصل للخزان بتاع تشقق إن هو يحصل فيه شرخات أو تشقق أو كسر نتيجة الاستخدام مدة طويلة وإنت كمان ما بتعملوش صيانة الخزان هيحصل له شرخ أو تشققات أو يحصل فيه فتحات صغيرة جدا فهتطلع البنزين خارج التنكي نتيجة إنك ما بتعملوش صيانة دورية زي ما الشركة المصنعة بتقول يبقى مهم جدا عندي إن أنا أعمل صيانة دورية عشان ما تحصلش المشاكل آخر نقطة عندي هتحصل في الخزان هي اليايات بتاعة الصمامات بتاع غطى فتحة المل أو غطى فتحة البنزين اليايات دي لو بازت إذن غطى البنزين بتاعك محتاجة يتغير زي ما قلنا هو ليه فوائد كتيرة جدا تعالوا نكمل وقبل ما نبدأ الصيانة بتاعتنا ونبدأ الإجراءات بتاعتنا بتاعت الصيانة ليه الصيارة بتاعتك عايزك تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية مهم جدا أي فني شغال في أي معدة في المجال المهني بتاعنا أو المجال الصناعي بتاعنا إنه يلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية أول حاجة عندي هيتأكد لما نيجي نشتغل في دورة الوقود بالذات لازم يتأكد من عدم وجود لهب قريب من المكان اللي أنا فيه يعني لو أنت شغال هتشتغل في دورة الوقود وهتبدأ تعمل صيانة لمركبة معينة يبقى الناس اللي موجودين معك في المكان ممنوع التدخين ممنوع يعملوا أي مصدر لللهب ممنوع يكون فيه مصدر لللهب في المكان اللي انتوا هتشتغلوا فيه أو هتعملوا صيانة لدورة وقود البنزين النقطة التانية نتأكد كمان من الوصلات وإحكامها نتأكد من وصلات إحكام دورة الوقود عشان ما يكونش عند تسريب عشان لو فيه أي مصدر للشرارة كعربية أو اللهب هيحصل لقدر الله اشتعال يبقى أنا لازم أتأكد أن ما فيش أي تسريب للوقود من خلال الوصلات والأنبيب بتاعتي النقطة اللي بعد كده أن احنا نحافظ على الملابس بتاعتنا ما يوصل لهاش أي وقود مهم جدا أنه وانت شغال في دورة الوقود الملابس بتاعتك ما يجيش عليها وقود من الدورة أو المكان اللي انت شغال فيه عشان لقدر الله لو حصل أي اشتعال لقدر الله أو حريق كمان الحريق ما يوصلش لجسمك نقدر على المعدات لكن حافظ على نفسك ما يكونش فيه بنزين على الملابس بتاعتك كمان أبخرة الوقود بتاعتك دي سامة جدا أبخرة وقود البنزين سامة جدا فحافظ على أنك ما تستنشكهاش وياريت كمان تكون لابس ماسك تحمي نفسك وما تخليش التنفس بتاعتك من خلال الوعاء أو المكان اللي هو بيطلع أبخرة بتاعت الوقود بخار الوقود سامة جدا فحافظ على نفسك لابس ماسك حاول يكون أنفك أو استنشاكك بعيد عن مصدر الأبخرة بتاعت الوقود وانت بتعمل الصيانة بتاعتك احرص على كمان على وجود طفاية طفاية بس ده لازم تكون بتعمل وطفاية تمشي مع وقود البنزين أو اللي اشتعال اللي هو من النوع ده تمام يبقى لازم يكون كمان قبل مبدأ عملية الصيانة بتاعتي لازم يكون جنبي طفاية وطفاية شغالة وتمشي مع الاحتلاء من الوقود كل نوع حريق ليه طفاية مستخدمة ليه طفاية من نوع معين تعالوا بقى نفحص الخزان بتاعي أول حاجة هفحص الخزان وهو على العربية وهو راكب على العربية أو راكب على المركبة بتاعتي هبص عليه من الخارج هشوف فيه رشح بنزين هشوفه فيه أي أتربة من الخارج فيه أي شرخات فيه أي تشققات فيه أي صدمات أو انبعاج أو التواء هبص عليه كده من الخارج لقيت أني ما فيهوش أي حاجة أو فيه ومحتاج صيانة هنفترض أني فيه ومحتاج صيانة الصيانة اللي أنا هعملها للخزان بتيجي من كتاب التشغيل بيقول لي بعد كام ألف كيلو تشغيل لازم تنزل خزان الوقود وتعمله تنظيف وتغير الفلاتر والوصلات والأنبيب اللي فيه يبقى أنا هبدأ أفك الخزان من على المركبة بعد ما أعمل أو أهتم بوسائل الأمن والسلامة والصحة المهنة هنبدأ نفك الخزان بتاعنا تعالوا نعرف الخطوة اللي بعد كده هنبدأ أول حاجة هنعملها إن إحنا نحاول نفضي تانك البنزين وزي ما قلنا ممنوع اللهب يكون موجود بعد ما نفضي تانك البنزين نبدأ نفك الوصلات والحساسات اللي وصلة بالمحرج بتاعي فيه حاجة تانية حد من الشباب هيقول لي عليها من قواعد الأمن والسلامة هيقول لي إن إحنا نفصل البطارية ده صح ومهم جدا مدام خلاص قررت هتنزل تانك البنزين يبقى أنت لازم تفصل البطارية بتاعتك من السيارة أو المعدة أو المحرج بتاعتك وتشيلها بعيد عن المركبة بتاعتك وتبدأ تشتغل نصفي البنزين اللي موجود في التانكي بعد كده نبدأ نفك الوصلات ونفك الفيش بتاعت ترنبة البنزين والحساسات الموجودة على التانكي بعد كده نبدأ نفك المسامير والحزمة اللي هي ربطة ونبدأ ننزل خزان البنزين بتاعنا من المركبة نزلنا الخزان هنحط فيه لتر بنزين ونبدأ نرجه وهنشوف الموضوع ده فيديو دهوقتي هنحط لتر بنزين أو أكتر حسب الحجم بتاع التانكي بتاعك وتبدأ ترج الخزان بتاعك أرجه يمين وشمال عشان الرواصب اللي جوه هتبدأ تتحرك معايا وتبدأ تتقلب وتسيب مكانها تترك مكانها وتبدأ تختلط بالبنزين بعد كده أقلب التانكي علشان أفضي اللي فيه هينزل طبعا فيه الرواصب والشوائب بعد كده أبدأ أقلبه تاني وحط بنزين ورج وأقلبه أكرر العملية ديت أكتر من مرة لغاية لما أشوف البنزين اللي أنا حطيته طالع نظيف بعد كده أبدأ أحط ميا مع مزيل دهون وزيوت عشان أبدأ أنظف الخزان بتاعي المزيل هحطه مع ميا بضغط عالي وقفل كل الفتحات بتاعتي وابدأ أشوف هل فيه فتحات أو فيه تشققات أنا عرفت أن فيه تشققات ومحتاج أعمل عملية لحام للخزان الخزان لما نيجي نلحمه مهم جدا قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية ومن ضمن القواعد أو من الحاجات الأساسية والمهمة جدا أن أنا أخلي الخزان بتاعي مليان ميا وانا لو هعمل فيه لحام لو فيه شرخ أو شق وهاعمل فيه لحام بسيبه مليان ميا وببدأ ألحم التشقق أو الشرخ ده وأسيب الفتحات بتاعتي كلها مفتوحة أنا قبل ما اكتشف أن فيه شرخ أو شق عايز أعرف أن فيه بملاء ميا وحط معاه سائل تنظيف ويأدي له ضغط وأقف للفتحات بتاعتي كلها وأسيب فتحة واحدة أضغط منها كمية الهوى علشان يبدأ يطلع أشوف الفتحة يطلع الميا أو السائل الداخلي من خلال الفتحة أو التشقق اللي موجود فيه حددتها واحد تاني هيقول لي ما أنا ممكن أعرفها من البنزين عرفتها من البنزين خير وبركة وأزود تأكيد كمان أن أنا أبدأ أحط فيه ميا مع منظف أو مزيل زيوت وشحوم أيا كان النوع وأبدأ أضغط ميا عشان يظهر معي عملنا عملية التنظيف بتاعتي للخزان همدي إيدي كمان لو قدرت أن أنا أوصل لكل قاع الخزان بفوطة أو فرشة وأبدأ أحط فيها المنظف بتاع المزيل الدهون والزيوت وأبدأ أغسل الخزان من الداخل بقدر المستطاع وأبدأ أغير المواسير والأنابيب بتاعتي مع الفلاتر الداخلية بعد كده أبدأ أرجع الخزان بتاعي لمكانه وأتأكد قبل ما أرجعه أبدأ أختبره تاني عشان أتأكد أن هو ما فيهوش تشققات وشروخ تأكدت أن هو خلاص كده سليم عملت له عملية الصيانة بتاعتي أبدأ أرجعه مكانه تاني ويأملاها بنزين ويبدأ الراجل يمشي بالسيارة بتاعتي تعالوا نكمل ونشوف أن أنا هبدأ أفحص بعد كده وأنا في جوه الخزان أبدأ أفحص العوامة بتاعتي عايز أشوف عوامة البنزين بتاعتي شغالة ولا لا؟ فيه اختبرين للعوامة بتاعتي الأول العوامة بتقيس مستوى البنزين داخل التاني تمام يبقى أنا لازم أخلي فيه بنزين داخل التاني بعد كده أسحب الفيشة بتاعة العوامة وأخلي الفلتميتر على القوم أخلي الفلتميتر بتاعي على القوم لو أنا هائيس قوم طب لو أنا هائيس من الفيشة يبقى أنا هخليه على الفلت وافتح مفتاح العربية أنا عندي الفلتميتر أهو لو أنا هائيس العوامة نفسها يبقى أنا هعمل الفلتميتر ده هخليه على القوم طب لو أنا هائيس الفيشة اللي جاية رايحة للعوامة اللي هي جاية من عند مجموعة الفيوزات أو مجموعة الكهرب يبقى هخلي الفولتاميتر بتاعي على الفولت وخلي مفتاح التشغيل على الان بتاع السيارة وابدأ ايس اشوف جايلي فولت للفيشة بتاعتي معناها انه واصل كهرابة للمقاومة او العوامة بتاعتي طيب معنى كده ان لو في عطل هيبقى العطل فين في العوامة يعني انا بقيس الفيشة الفيشة جاي لها طرفين انا بحط طرفين بتاع الفولتاميتر عليها واخلي الفولتاميتر على الفي واشغل او اعمل مفتاح التشغيل بتاعي على الان مفتاح التشغيل بتاع المركبة بتاعتي ووصل الطرفين بتاعي لقيت مديني كراءة فولت كراءة الفولت هيقول لي كام بص لكتايب التشغيل هتختلف من مركبة الى اخرى من دراجة نارية او موتوسيكل الى جرار حسن ايا كان هتكتايب التشغيل هيقول لك القيمة اللي المفروض يدهاني كان انا لقيت الفولت بيقرأ معايا المؤشر بيقرأ معايا معناها ان فيه كهربا واصلة وبقرنها بكتايب التشغيل معناها ان الكهربا بتاعتي واصلة للعوامة طيب العوامة مش شغالة يعني انا مالي التنكي لكن العوامة مدياني على الامبتي او ال اي حرف ال اي مش مش مديني اي بنزين فيه يبا انا بعد كده هنقل على العوامة نفسها وفكها وطلعها تعالوا نبص على الاختبار ده شايفين المقاومة اللي قدام مني دي المقاومة ده هي بحط طرف الفولت ميتر بعد ما اعمله على ال اوم هاخد الطرفين احط طرف هنا وطرف عند نهاية المقاومة تحت واشوف الكراءة بتاعتي كان وقرنها بكتايب التشغيل يبا انا هحط الفولت ميتر بتاعي هنا شباب نقطة هنا عند اول نقطة للمقاومة المتغيرة بتاعتي دي المقاومة المتغيرة بتاعتي هحط نقطة هنا والطرف التاني بتاع الفولت ميتر عند اخر نقطة للمقاومة بتاعتي وقرنها بكتايب التشغيل طيب طلعت مصبوطة او طلعت مش شغالة معناها ان انا محتاجة اغير العوامة دي طب طلعت بتدي كراءة طب انا عايز اشوف هل المقاومة المتغيرة شغالة معايا ولا لا يبا انا هحط طرف هنا من جهاز الفولت ميتر واخليه برضو على الاوم والطرف التاني على الدراع نفسه بتاع العوامة الدراع ده وحرك الدراع لو الدراع لما يتحرك بيغير لي كراءات الفولت ميتر امسك الدراع احركه معايا ده المفروض ان انا لما حركه يتغير معايا قيمة الكراءة معنى ان الكراءة بتاعتي بتتغير معناها ان العوامة بتاعتي مش شغالة طب لو ما بتتغيرش معايا معناها العوامة بتاعتي مش شغالة بغير الجزء ده او بغير العوامة بتاعتي بيه واحدة تانية عشان نعرف مستوى الوقود لان مهم جدا ان احنا نعرف مستوى الوقود في الدراع بتاعتي تعالوا بقى نشوف إزاي ننظف الخزان الراجل ده زي ما احنا شايفين كده بيشفط بينظف بمفكة أو أي شيء علشان أسحب الأطريقة بتاعتي بشفات زي ما احنا شايفين أو مكانة شفت بعد كده أبدأ أفك الوصلات بتاعتي زي ما احنا شايفين وصلات الأنابيب والخرطيم اللي قدامي بطلع المصفة أو المجموعة بتاع ترمبة البنزين مع العوامة مع منظم الضغط المجموعة كلها مع بعضها طيب تعالوا نكمل ونشوف التنظيف كمان الداخلي بيتم إزاي هو دلوقتي بيخسل الخزان من الداخل بمية مع مزيل دهون أو زيوت وبيدخل إيده داخل الخزان زي ما احنا شايفين ويبدأ يخسل الخزان على قد ما يقدر بيء المية والمنظف مرة واثنين وثلاثة لغاية لما ينضف معايا الخزان نهائي وبعد كده أعمله اختبار أن أنا أحط فيه ماء أو أحط فيه بنزين وأشوفه هل بيطلع شكله فيه شوائب ولا لا كمان مهم جدا أن أنا لما أجي أشتغل على المركبات أو العربية بتاعتي أهتم بالشركة المصنعة هي بتقولي أستخدم بنزين كام مهم قوي أنك تستخدم البنزين للشركة المصنعة بتاعتك بتقول عليه هي أي لخمسة وتسعين يبني أشتغل بالبنزين خمسة وتسعين 80 أيا كان طيب تعالوا نعرف بقى أهمية الغطى بتاع فتحة التعبئة هو بيحفظ الوقود من التسريب لو أنت سبت خزان الوقود بتاعت مفتوح بدون الغطى بتاع فتحة التعبئة البنزين بتاعك كله هيطير خلال فترة وجيزة معقولة الكلام ده يحصل آه فمهم جدا الغطى بتاعي في السيارة الشيء الثاني منع دخول الماء والأتربة للخزان هو هيمنع لو الدنيا بتمطر وأنا مش موجود عندي غطى للخزان المطر والتراب اللي موجود في الجو هيخش ليه الخزان بتاعي الحاجة التانية أنه بيسمح ليه أبخرة الوقود أن هي تخرج بره الخزان وبعدين بيعمل معادلة للضغط زي ما قلنا أن أنا لازم أعادل الضغط داخل الخزان مع بره عشان ما يحصلوش انبعد يبقى مهم جدا الغطى بتاعي تعالوا نعرف شكل الغطى وتقريبا كلنا عارفين شكله بيختلف طبعا الغطية بتاعت السيارات الحديثة دلوقتي خلت ما عادش فيه فتحات وبقت تحافظ على الضغط والتهوية والتحكم في الأبخرة من خلال حساسات وأجهزة حديثة جدا طيب مكونات الغطى بتاعي بيتكون من ايه؟ بيتكون من صمام هوا عشان يسمح بدخول الهوا عشان يعادل الضغط ويه النابد بتاعه أو الياي بتاعه ويه صمام بخار ويه حلقة منع التصرب ويه الجسم الخارجي ويه نابد أو ياي الصمام تعالوا نشوف شكل الغطى وهو راكب على جسم السيارة نفسه ده جسم السيارة يا شباب وده تعالوا نعرف الأجزاء بتاعته ده مانع التصرب أو الجلدة أو المانع دخول الأتربة والماء داخل الخزان ده الجسم الخارجي ده النابد بتاع صمام البخار صمام البخار عنده هوت أما صمام الهوا زي ما احنا شايفين قدامي وده صمام البخار بتاعه مهم جدا الغطى بتاع الغطى خزان الوقود مهم انك تهتم به وتعمله صيانة زي ما عملنا صيانة للخزان مهم جدا انك تمشي بالسيارة بتاعتك وهي فيها وقود فوق النص السؤال ده مهم قوي هيسألك لما حد يسألك وقولك انت تخصص ايه في التعليم الفني هتقول له مركبات يعني ايه يعني طيب ممكن اسألك سؤال هل انا بمشي بالبنزين بتاعي في الخزان امشي لغاية لما اللمبة تنور ولا لغاية امشي والخزان فيه نص مهم جدا ان مستوى الوقود يكون في الخزان عالي علشان الترمبة بتاعتك ما تسحبش من اسفل الخزان بيبا فيه رواصب كتير والرواصب دي بتيجي من المحطات بتاعتي اللي هي المحطات بتاعتي طبعا بالخزانات بتاعت الوقود بتاعتها بتكون اسفل الارض فبيحصل فيها تشققات بيدخل مية وتراب داخل فعشان كده عبي عربيتك من محطة بتهتم بالصيانة بتاعتها في نهاية حلقتنا انا كان نفسي اكمل الدورة بالكامل ان شاء الله نكمل في حلقات جاية بتمنى ان انا اكون وصلت ولو معلومة بسيطة في درس النهاردة وبتمنى شوفكم في حلقة قادمة نكمل مع بعض دروس الصيانة للسيارات بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته